ينضم معنا داخل الستوديو مدير العلاقات والإعلام في وزارة النقل سيد ميثم الصافي وذلك الحديث أكثر عن آخر التطورات الخاصة بمشروع طريق التنمية أهلا بك سيد ميثم أين وصل ملف التصاميم الأساسية وإزالة التعارضات في مشروع طريقة التنمية؟ نعم حاليا بمراحلة التصاميم الأولية بالنسبة للخط السكاكي أكثر من 600 كيلومتر وأيضا هناك خط السريع أكثر من 300 كيلومتر أيضا مع عملية تحرر التربة جاوزت 1000 كيلومتر بطريقة تنمية النسبة للإنجاز بالمراحل الأولى بالنسبة لميناء الفاو النسبة للإنجاز بالميناء الفاو حضراتكم شاهدت وزيارة السيد الرئيس مجلس وزراء الأخير للميناء الفاو مراحل الإنجاز العمل في الأرصفة الخامسة جاوزت 80% أيضا شاهدت الميناء رسوء أول قطعة بحرية اللي هي السفينة ذيقار وهذا يدري على أن القناة الملاحية أيضا بها مراحل الإنجاز كذلك ساحة الحاويات أكثر من 60% والعمل مستمر بباقي المشاريع بالميناء طيب إذن ميناء الفاو الكبير سيصبح أو أصبح جاهزا لاستقبال البواخر والسفن حاليا؟ سيكون في الفترة المقبلة جاهز لاستقبال السفن الخاصة بشركة العامة الموانئة العراق تعرفون حضراتكم ميناء الفاو بمراحل الإنجاز مراحلة الأولى ستنتهي 2025 إن شاء الله وسيكون جاهز لاستقبال السفن بطبيعة الحال ما لدينا من موانئ للاستيراد داخل العراق هي كافية الموانئة الموجودة حاليا العاملة ميناء الفاو الكبير تخططون لأن يكون بوابة للدخول إلى عالم التصدير أو التصدير إلى العالم إلى أوروبا وغيرها ميناء الفاو قلب طريق التنمية هذا مشروع كبير جدا مشروع راح يكون مشروع الاقتصاد الأول للعراق أيضا هو مشروع مهتم بالدولة العراقية بشكل عام هذا المشروع راح ينقل الاقتصاد العراق نقلة نوعية بالإضافة إلى البترول ورح يكون ميناء الفاو بوابة طريق التنمية بالإضافة إلى ذلك أن ميناء الفاو بساعته بعملية إنشاءه كذلك بتصاميمه هو رح تكون بيه أيضا مدن صناعية تساهم بتعزيز الاقتصاد العراق جميل جدا مع هذا فإن المنطقة وأقصد منطقة الخليج العربي والمنطقة القريبة تحديدا تضم خمسة موانئ كبرى كيف سيكون شكل المنافسة وما العوامل التي سنرهن عليها في ميناء الفاو الكبير بالنسبة للميناء الفاو بشكل عام هو عملية إنشاء ليست للتنافس مع الدول الأخرى بقدر ما أنه إحنا أكون دراسة جدوى تضمن أنه نجاح المشروع هذا المشروع هو الأقرب إلى أوروبا من أي مشروع آخر يعني بحري بالإضافة إلى ذلك أنه الـ 1200 كيلومتر للميناء الفاو يعني من ميناء الفاو باتجاه أوروبا هي الأقصر تقريبا بالعالم وكذلك أنه عملية النقل تمر بمرحلة وحدة اللي هي مرحلة مرور بحري واحد موانئنا كذلك يعني بترانزية واحد راح يكون أما المشاريع الأخرى تعرف حضرتك يعني عدة دول راح يمر بيها وأيضا نقلتين بحرية وهذا بالنسبة لدراسة الجدوى والإمكانيات المادية المترتبة على هذا سواء المستورد أو المصدر راح تضاعف عليه مشروعنا مشروع حيوي مشروعنا مشروع فريد مع هذا السؤال هو أن طريق التنمية يبدأ من ميناء الفاو أين ينتهي بالتحديد في قلب أوروبا في تركيا أين سينتهي هذا الطريق ونقول انتهي المشروع تماما مشروع طريق التنمية هو ليس فقط يعني نقل مشروع طريق التنمية راح تكون على جانبه طريق مصانع وكذلك في ميناء الفاو أيضا راح تكون هناك مصانع بالإضافة لذلك أنه تركيا علنت في الفترة الأخيرة أنه عن وجود تفاهمات بينهم مع بعض الدول مثل هنغاريا وكذلك سربيا وأيضا بولغاريا وهذا يعني يعزز أنه المشروع راح يكون ليس فقط يعني وصل التركيا إنما راح يكون مشروع شامل أيضا من ناحية الاستقبال يعني استقبال البواخرة وغيرها يعني ما عدنا فيتو على أي جهة أو أي دولة أنه تيجي الميناء الفاو أو تنزل البلاء على هذا الميناء راح يكون هناك تنوع بالاقتصاد إن شاء الله حدثنا أيضا سيد ميثم عن عدد الدول التي صار لديها اتفاق رسمي مع العراق بخصوص طريق التنمية وهذا العدد أو الأعداد المتزايدة لهذه الدول بالانضمام الرسمي كيف سينعكس على المشروع بشكل عام حضراتكم جاي شوفون أنه ممثلين الدول يعني سواء يعني ممثلين بالسفارات الموجودة بالعراق وكذلك ممثلين الاقتصاديين أصبحت وزارة النقل أو مقر طريق التنمية قبل المستثمرين وغيرهم حتى الدول التي نزورها أيضا محور الحديث يكون دائما عن طريق التنمية العالم يهتم بهذا المشروع لأنه يعرفون قيمته ويعرفون الإمكانيات المشروع الاقتصادية هو راح يكون ليس فقط لنقل البضاع إنه حتى يعني بيه خط سككي 300 كيلومتر بالساعة بالإضافة للخط السكك الآخر اللي 140 كيلومتر بالساعة وهذا الموضوع سيكون هنا كتبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي بيننا وبين الشعوب الأخرى لكن العدد ما ذكرت لعدد الدول إلى الآن هو الأعداد المتزايدة الدول الأعداد المتزايدة وإحنا يعني جايش شاهدون يوم يد يعني أكثر الممثلين دولة سواء وزارة نقل أو سفراء يجون وطلبون أن يكونوا جزء من هذا المشروع إحنا يعني كلجنة عليا موجودة بإدارة ميناء الفاو وطريق التنمية عدنا شروطنا لنضمام هذه الدول وكذلك عندنا يعني مصلحة المشروع وإحنا نحدد آلية المشروع وهذا الإنضمام أستاذ ميثم يتعلق بالتمويل يتعلق بالتصميم يتعلق بالبناء بماذا يتعلق؟ يعني هذه الدول التي تريد أن تشارك هل تريد أن تسهم كشركات في بناء هذا المشروع وتأهيل بناء التحديق أم أن يمر الطريق من خلالها؟ بالنسبة للمشروع مرحلة التصاميم مثل ما تعرفون حضرتكم هناك شركة استشارية اللي هي بي إيجي لإيطالية يعني بشكل المشروع وتصميم هذا الموضوع متروك للعراقيين نفسهم أما مشاركة الدول يكون سواء على مثل ما طرحت حضرتك أنه يكون أنهم ممرات من هذا المشروع أو كذلك مشاركة من خلال الشركات نحن أيضا عندنا شروطة أن تكون شركات ضمن المواصفات العالمية لإدارة هذا المشروع المهم وأن يكون الإنجاز وفق رؤية الشعب العراقي والحكومة العراقية بما يضمن مصالح الشعب العراقي هناك دول أبدت اعتراضها على المضيب هذا المشروع؟ أبدا لم تجرد هذا يعني أن كل الدول مستفيدة بمعنى أنه لا علاقة لهذه الدول؟ المشروع سيقرب الشعوب والبلدان سياسيين واقتصاديين تصفه كأنه مشروع خيري وكأنه مشروع سيخدم الجميع يعني نعبر عنه بكتاباتنا وتقاريرنا أنه مشروع الحلم كل الدول ممكن تستفاد من عدة وتكون جزئة من عدة وكل الدول تسعى أن تكون جزئة من عدة السيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أكد أن المرحلة الأولى من المشروع ستنجز عام 2018 هل ما يجري على الأرض يشير إلى أن هذا الموعد سيلتزم به من قبل الجهة المختصة؟ نعم بحضراتكم تعرفون ميناء الفاو هو جزئ من طريق ستنجز ميناء الفاو سيكون جاهز من 2025 نصف الثاني من 2025 نتائج التقدم بالعمل جاء يشوفونها حضراتكم أكثر من 50% وسط مرحلة التصاميم وغيرها بشكل عام الأعداد اللي ذكرنا لكم هي بداية اللقاء هذا كله وفق المخططات المرسومة كان لدى العراق مشروع في الثمانينات يتعلق بالطريق الخارج القادم من البصرة إلى الأنبار وحتى الشمال ألن يكون أو تكون الدراسات أو المخططات الخاصة بهذا المشروع مفيدة لشركة بي إي جي الإيطاليا على اعتبار أن الطريق سيكون قريبا من هذا الطريق؟ كل الأمور انطرحت بهذا الطريق لكن تم اختيار الطريق الأنسب والطريق المناسب لهذا المشروع بما يتناسب مع حجم الإمكانيات التي ستكون داخل هذا المشروع بحسابات القرب من مراكز المدن مدى القرب سواء كان بعيدة أو قريبة وأيضا مساحة إقامة مثلا مشاريع على جانبي الطريق كذلك أيضا فائدة هذا الطريق مستقبلا يعني ليكون تجمع بشري وقريبا من عدة راح يكون هو باعتبار نهر ثالث يكون يمشي بالعكس إذن يعني يخطط إلى أن يكون هذا المشروع بعيدا عن مراكز المدن الحالية سيكون في محور آخر من أجل افتتاح أو إنشاء مراكز مدن جديد هذا ما أفهمه راح تكون مدن جديدة إن شاء الله على جانبي هذا الطريق وأيضا راح تكون بعدد من المحطات وهذه المحطات راح تكون انطلاق سواء تجمع بشرية أو كذلك يعني مركز تساوي الشركة الإيطالية خاصة بإنشاء أو تصميم أو وضع تصاميم للجزء الذي يقع على أرض العراق ماذا عن الأقسام التي تقع خارج أرض العراق نحن بالمفاوضات الأخيرة بيننا وبين الجانب التركي تعرف حضرتك أنه كانت هناك الجانب من وزارة النقل زارة تركيا وتم الحديث عن هذا الموضوع ومعاتهم مقطع من نقضة فيشخابور باتجاه السكك الموجودة في تركيا وهذا المقطع قريب جدا تقريبا البنى التحتية عند الجانب التركيا هي جاهزة إذن كنت معنا داخل السوديو مدير العلاقات والإعلام في وزارة النقل سيد ميثم الصافش شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا